عمر يمضي يمضي فيه ما هو حلو ما هو مر كبرات فينا ترغيه ونلخصها سطرا سطر لتصاغ بيانا مهديه لك أنت بحصاد العمر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحياكم الله مع حلقة مواسم الطاعات من حصاد العمر هذا البرنامج كما ذكرت لكم أفكار كثيرة جاءتني وأنا في الفترة الطويلة من المرض في المستشفى ومع الفترة الطويلة يعني تعطي الإنسان فرصة غير عادية للتأمل والأفكار والحمد لله يعني أنا أحب هذا التأمل فأنا في هذا التأمل مرت عليه فكرة مواسم الطاعات وهي فكرة يتحدث عنها العلماء وهي جميلة لكني أريد أن أشير شوية إشارات أخرى إليها نحن تعلمنا يعني أن الله سبحانه وتعالى يكرمنا في الصلالة الخامس ثم يعطينا فرصة للتوبة والإنابة في كل جمعة والجمعة إلى الجمعة كفارا لما بينهما ثم يعطينا فرصة أخرى للتوبة والعودة إليه سبحانه في رمضان ورمضان إلى رمضان كفارا لما بينهما واللي عند قدر يروح العمرة فالعمرة إلى العمرة كذلك كفارا لما بينهما وأما الحج المبرور فليس له جزاء إلا الجنة يعني كلنا نعرف هذه المعاني وهذه مواسم الطاعات يعني فرصة للعودة إلى الله سبحانه وتعالى فهذا المعنى أساسي وهو الأساس طبعا في مواسم الطاعات من كرمه وجوده وفضله سبحانه وهذا هو المعنى الأول الذي يحب أن يشير إليه الله سبحانه وتعالى خلينا نقولها كذا بالشعب لا يستقصدنا هو لا يريد أن يعذبنا سبحانه هو يريد أن يرحمنا هو يحب أن يرحم اللهم أنك عفو تحب العفو هو يحب العفو فنسألها أن يعفو عنا فالله سبحانه وتعالى لأنه يحب العفو لأنه يحب أن يغفر هو يعطينا هذه المواسم فرصة تعالوا عودوا الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فإذن هي مواسم هي ليست فقط للطاعة هي أكثر من ذلك هي مواسم لإظهار بعض صفات الله تعالى الجميلة صفة الرحمة صفة المغفرة صفة العفو تظهر بوضوح بشدة تظهر في هذه المواسم فهذه من معاني مواسم الطاعات لكن أيضا لها معنى آخر وهو أن النفس الإنسانية هذه نفس ملولة طبيعة الإنسان ملول ورغم أننا يعني الحمد لله نصلي صلوات الخامس ويمكن نزيد عليها شيء من النوافل لكن لو اكتفينا فقط بهذه لو لم تكن هناك معها مواسم طاعات لا أصبحت روتين وهذا حدث لكثير من الناس إلى درجة أن بعض الناس حتى الصلاة نفسها تصبح روتين يعني لو سألت في الركعة الثانية سأل نفسها ماذا قرأ ما هي السورة التي قرأها في الركعة الأولى يمكن ما يتذكر لأن روتين يعني حتى الفاتحة ما يعود فيها معاني والركوع والسجود ما فيها معاني وطبعا ما يعرف كم ركع صلة ولا كم سجد سجد يعني ممكن أنا أفهم هذا لإنسان يعني مغيب بسبب الأدوية بسبب الأمراض يحدث له ذلك لكن إنسان صاحي واعي وشاب ولا فتا في مقتبل العمر ويصبح بهذه الطريقة التي فيها يعني شيء كبير من الغفلة غفلة لا لا ما ما يجوز لنا أن نفعل ذلك نحن أعقل وأعمقل من أن تصبح حياتنا روتين وتصبح عبادتنا روتين وتأتي مواسم الطاعات كأنها تعطينا صفعة كذا صفعة محب يعني أصحى 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 يعني يمكن شيء من تغيير شيء من عدم الروتين يحتاجه الإنسان حتى يعيد النظر وذلك يعني يأتي تأتي الجمعة فيها تغيير حتى في طريقة الصلاة ويأتي طبعا رمضان يعني تغيير شامل شهر كامل من التغيير رمضان شهر التغيير يعني وحتى يعني أنواع الأطعمة تتغير في رمضان فما بالكم بأوقات الإنسان وحياة فيصبح كأنه فترة صحو من غفلة تذكروا هذا المعنى أن مواسم الطاعات هي مواسم إظهار صفات الله تعالى الجميلة التي يعني يحب أن يهديها لعباده وفي نفس الوقت هي مواسم لكسر الروتين الذي يعيشه العباد حتى يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى ويقبلوا عليه بوحي وليس بغفلة اصحوا في مواسم الطاعات حفظكم الله تعالى من كل سؤال عمر يمضي يمضي فيه ما هو حلو ما هو مر حفرات فينا ترغيه ونلخصها صدرا صدرا لتصاغ بيانا مهني لك أنت بحصاد العمر ترجمة نانسي قنقر